بسم الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلوا على النبينا محمد طبعا كل الكلام هذا اللي نقوله عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كله علشان نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم نتعرف على الصحابة تجود معرفتنا فيه تجود محبتنا له ويزود اتباعا نقول له صلى الله عليه وسلم بعد أحداث معركة بدر اللي كانت في السنة الثانية من الهجرة بعدها ما بقى أحد من كبار قريش في مكة ما بقى أحد كلهم ماتوا تذكرون تكلمنا أبو جهل مات أبو لهب بعدها تقريب مسبوع مات عتبة وشيبة والوليد من عتبة كلهم ماتوا كبار قريش ماتوا طيب من اللي بيقى في مكة ما بيقى اللي أبو سفيانصر هو الرئيس يعني تقريبا في مكة ما بيقى اللي هو الآن مكة ما عندهم زراعة ما عندهم شيء فالشيء الوحيد عندهم اللي هي التجارة تجارتهم للشام كل ما أرسلوا قافلة طبعا مكة شمالها المدينة هم في الطريق لازم يجون على المدينة أو قريبا من المدينة طلعوا المسلمين وانهبوهم ورجعوا فتضايقوا ما يدرون ما يسوون ففكروا بسفيان وجمع جمع جمع كذا قافلة تصير فريدة يعني الحال وجمعوا فيها مئة ألف فضة مئة ألف دينار من الفضة تخيلوا والمبلغ واخذوا طريق كذا على العراق بعدين قربوا من العراق رجعوا على الشام وغبوا الأخبار على النبي صلى الله عليه وسلم وحل المدينة وانطلقوا وتعدوا المدينة هم ماشيون بالقافلة كان فيه اثنين واحد من الصحابة واحد من الكفار تقابلهم أصلا كانوا بالجاهلية أصحاب يعني والحين هذا أسلم وهذا كافر فتقابلوا وهذا كان قبل تحريم الخمر فجالسين المسلم كان يعني ما شرب الخمر وذوك بدأ يشرب الكافر على كيفه هم يسولفون قال لا ما دريت قال وشو قال قافلة أبو سفيان افلوس افلوس وبعارين وغيول وفضة قال شنون حننا بالمدينة ما جانا شيء قال لا طريق جديد هـا للأليان يا الله أكف ألعش يا عشي جاء بالعيد قال كيف طريق الجديد هي corpse من أين بنت جرى الكلام نجي بالني شون ونطلع.. وتعدينا المدينة العقوق pools ويطيل للنبي صلى الله وسلم ويستطيل يسارن. النبي صلى الله وسلم سري.. سريه اللي هي الجيش الصغير B قادة واحدا نصحها الذي pergunta قريبهم حجزين بالقطافل قريبهم بل установقودا وين تعالى ويأخذون كل شي منهم وقدر يهربوا بسوفيان واللي معه يرجعوا للمكة يوم رجعوا للمكة وش نسوي الآن خلاص ما دون الحلق اللي يدين الآن حتى فلوسنا راحت فبدأ يجمع 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 فلوس انه عشان ستجهز جيش وبدأ يكلم القبائل يمين ويسار انهم يتجمعون عشان يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تجمعوا الناس راحوا الغطفان راحوا هنا راحوا هنا جمعوا الناس ويتجمع جيش ثلاث آلاف أكبر جيش قد جمعوها فريش طيب معركة بدر كانوا ألف الحين ثلاث آلاف بدر كانوا ألف وثلاثمئة ألف وثلاثمئة الحين ثلاث آلاف ودخل معهم خالد بن الوليد يمه يمكن قبل يسلم قبل السنعمية دخل معهم خالد بن الوليد هو طبعا الخيال وموعهم ميتين فارس كلهم بالخيل ميتين الميتين ذولا شبح حرين في المعركة لهم الحرية الكاملة انه يقدر يسوي اللي يبي وييرف من هنا يجي من هنا وانطلقوا أبو سفيان وأكرمة ولد أبو جهل رضي الله عنه شف لأنه أسلم بعدين أكرمة ولد أبو جهل وأبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعدين وخالد بن الوليد رضي الله عنه ورواحه فهو قربوا للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالخبر مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما نعمل ؟ فكان حمزة كان حمزة قال بعد ما صار كل الكلام هذة اللي تجمعوا ألف الألف ضد 4000 أذكر أول بعض المعركة و من اللي طلع عثبة و شيبة و الوليد بن عثبة صح ؟ الفل bewusst المجنبات من عثبة و الوليد بن عثبة و الشبية و من اللي قابلهم حمزة و علي حمزة قتل عثبة و قتل و الوليد بن عثبة و و من اللي كان وديه انطقن فهند بنت عثبة أخت الوليد وبنت عثبة زوجة مين زوجته باسفى؟ و زوجة المجنبات هتراسhew الشعري هنة بنت عثبة هذه رضي الله عنها Tigers أسلمت بعد فتح مكة أسلمت صحان الله فكان فيه واحد اسمه وحشي وحشي هذا كان من العبيد اللي موجودين في مكة لكن كان فيه ميزة واحدة كان بالحربة اللي هي الرمح إذا رمى لو إنها خاتم يقدر يجيبه الرمح رميته ما تغطي اسمه وحشي حتى كان من الاستعراض اللي يسويه كان يقولون يعني أنه كانت الجواري تلبس خلخال كبير خلخال كبير وترقص أو شيء أو من بعيد فكان يرمي ويمرر من الخلخال طبعا كله مبالغات أو كان مدري إيش فيشرحون أنه كان قوي مرة أشياء قلت خلخال صحبا مو خلخال حالك ده فبدوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نجلس في المدينة خلهم يجون لا نطلع لهم حمزة يقول نطلع يا رزول الله نطلع إنقبل حمزة كان بطل حمزة كان في القتال كان يلبس يحط عليه ريشة نعامة عشان يميز نفسه عندك شيء تعال ما يختفي بين الناس يختلطون الناس ما حد يدري مين هذا ومين هذا لا حمزة كانين عرف حطل هذا ايه تبيني تعال أنا هذا أنا بطل بطل مرة 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 بطل أرضي الله عنه وارضاه الشاهد من الكلام كانوا نبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لهم لا نجلس هنا يقولوا لا نطلع يا رسول الله نقاتلهم نطلع نجلس نطلع فقال نبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه بقر ينذبحن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفه ينثلم سيف النبي صلى الله عليه وسلم ينثلم يعني ينصدع أو ينعوج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في درع فقالوا وش تأويلها يا رسول الله أو ينثلم أنه واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقتلة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غير آل أصحاب برضو أصحاب بيجي فيهم مقتلة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيجي فيهم قتل والدرع الحصينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدي قال المهم فبدلوا ان الصحابه يضغطون عن نبي Bible صلى الله عليه وسلم يتكلمون معه انو لا حنة نطلع لهم نطلع لهم ان هذه الاثنى قرب الجيش وصل وصل وين عند أحد صور جيش المشركين وصل عند أحد و apparعنеж glides ولقى كقال خلاص نطلع لهم ايه خلاص نطلع لهم عن نبي كيف نجلس قبل البس الحرب النبي صلى الله عليه وسلم فاثناه ما نبي صلى الله عليه وسلم يلبس نبيه الحرب الصحابة قالوا كأننا ضغطنا على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ليش ما نقوله خلاص أنه خلاص نجلس مكاننا فيوم لبس اللبس النبي صلى الله عليه وسلم وطلع قالوا يا رسول الله خلاص هننا يعني نسوي اللي أنت قلت أفضل ونجلس يلا خلاص حس حسيم الأمر ما كان لنبينا يعني أنه يلبس لبس الحرب ويضعوا إلا أن يفصل الله بينه وبين عدوه فخلاص أثناء التشاور الواحد يتشاور ويأخذ ويعطي بس انتخذ قرار كمل عليه خلاص فطلع النبي صلى الله عليه وسلم يوم طلعوا لهم المشركين واقفين وراهم أحد موقعهم ممتاز النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغي يصير مكشور والله صحابة من يدلني على طريق نكون حنا ورا جيش مكة ورا المشركين ويصير يحمينا أحد ظهرنا أحد جاي زي اللفة كذا فيحمي ظهرنا ويحمي الميمنة والميسرة فيه جبل صغير كذا بالنص كذا ونفصل عن أحد كذا الحاله فقال واحد من الصحابة أنا رسول الله هدلك في طريق بعيد عن طريق مزارع كذا من ورا المدينة كان نبي صلى الله عليه وسلم هو إن كان فبدوا النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في المزارع يمشون 일�ين جو عند مزرعة واحد منافق يدعي الإسلام وهو كافر وكان أعمى يا الساتح فيَم جوا ويمرون قال لا ما تمرون قالوا إلا أنه نبي امبر لا احنا لازم نمشي من هنا قال لا تخربون المزارع قالوا لا تخربون قالوا لا Мخرب المزارع فبدر instinctخبر، فباعها فبدر يسبي النبي صلى الله عليه وسلم فنطع لي الصحابة بيقتلونه فقال نبي صلى الله عليه وسلم لا يتركوا هذا أعمل البصر والبصيرة يا الله صيف الشاهد مروا من عند المزرعة أصبحوا الصبح التفتوا المشركين كانوا كذا التفتوا ليقون الناس وراهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وراهم الجيش الأحد حاميهم من ظهرهم ومن يمينهم والجبل الصغير هذا حط النبي صلى الله عليه روما تيرمون حط عليه روما تيرمون كلهم فوق الجبل فبدل النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش يرتب الناس فلقى مجموعه من الصحابة صغار عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقى عمره 12 سنة رجعه النبي صلى الله عليه وسلم صغاره 11 عشر كلهم جايين بيقاتلوا عنه فجاء واحد من الصحابة برضه كان صغير عمره تقريبا 13 فقال نبي صلى الله عليه وسلم ارجع قال يا رسول الله إني رامن قال نبي صلى الله عليه وسلم ارمي فرماو أصاب على طول من أول مرة خلاه النبي صلى الله عليه وسلم تتركني وتخليه موجود وانا أمشي أنا أطارحه يا رسول الله وأطرحه فعلا تطارحوا وطرحوا فقلاهم الاثنين الله شعني يا غاني قاعدون يا الله الشاهد فالان بسع سلم رتب الجيش رتب الأمور حمزه موجود فبدأت تحميس تحميس الكفار من اللي بدي يحمسهم الكفار؟ هند أنت عتبة اللي بتأخذ الثار اللي بتأخذ الثار بدأت تحميسهم كذا وان بدت تقولكه قصايد وانتقبلو نعانق وانا فرجونا ونسوي ونحط عند النبي سع سلم قالôn النبي سع سلم رفع سيفه ب skill من يأخذ السيف بحقه قام عالبن المطالب قال أنا يرسول الله اتركها soldiers قام الحمزه قال أنا يرسول الله فما التفت للنبي سع السلم ماذا؟ قام المقداد قال أنا يرسول الله ما التفت للنبي سع سلم شف ذولة أبطال هؤلاء مبطبيعيين المقدات وحمزة وعلي ما أعطى منه أساسا فقام واحد من أصحاب اسمه أبو دجانة يسمى فطن لها قال يا رسول الله هو ما حقه يصل من يأخذ السيف بحقه فقال يا رسول الله هو ما حقه قال أن تضرب به حتى ينعوج قال أنا أخذ يا رسول الله فأعطاه فربط على رأسه ربط حمره واخذ السيف وبدأ يمشي بين صفوف المسلمين وسط المعركة وقدامهم الكفار ويتبختر بالسيف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيه يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع أخذ السيف وبدأ يتمختر كيف يقول أن يقرأ الله ورسوله؟ التبختر مبحلو الواحد يتمختر قدام الناس شايف نفسه يرافع خشمه طيب؟ إلا في هذا الموضع إلا في هذا الموضع وكام مع السيف يمشي فبدأ القتال خالد موليد يبغى يجي من وراء الجبل الرمات يرمونهم خمسين رامي تخيل أو ستين مطر عليهم من الأسهم فرجع ما قدروا هذول هنا بالرمات وجبل وحد حاميهم يجون يدخلون لا غد موليد تكفر إيه فكان كان كافر وصح؟ إيه كما أسلم المهم فكان قتال مو بطبيعي كان قتال مو بطبيعي كان حمزة بن عبد المطرب رضي الله عنه وارضاه يقولك ما في شي يوقف قدامه كان خلاص إذا مشى إذا خطى ما في شي يوقف قدامه حمزة من قوته بس يمشي المهم خلاص المعركة بانت الآن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين هنا وعد عجيب إنه إذا صبروا وآمنوا الله سبحانه وتعالى بيمدهم ثلاث هلاف من الملائكة أيام بدر الله مدهم بكم ألف الحين ثلاث هلاف من الملائكة أو خمس هلاف بعد فالشاهد يطولنا العمار الجيش كان متقدم هم سبعمائة لا عفوا قبل بداية الجيش صار شيء كان بيزلزل بيزلزل المعركة الحمو بالنبي صلى الله عليه وسلم ألف هم هم ثلاث هلاف يب المنافقين تقولي مع النبي منافقين كثير أيها قالوا محنى أصلا مفروض ما نجهين المفروض ما نجهين مفروض القاتل محنى بالمدينة يلا يلا رجعنا ويرجعون ويرجعون ويوم صارت الزعزع ويرجع مجموعة من الصحابة ما كانوا يعني ما كانوا منافقين ولكن يعني شافوا الرأي هذا أثروا عليهم ويطلع ثلاث ميح من الألف الله ثلاث ميح وكان فيه فرقتين فرق قبيلتين يعني أو عائلتين من الأوس والخزرج اللي هم الأنصار بنوا سلمة وبنوا الحارث فراح لمهم واحد من الصحابة وبدأ يئزهم تعالوا ارجعوا تعالوا كذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذول منافقين كلهم رجعوا عشان بيرجعون الناس معهم جاءوا ذول العائلتين يعني فعلا فكروا وقالوا نحنى نترك النبي صلى الله عليه وسلم فارجعوا حتى أنزل الله فيهم يعني إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما فكانوا يقولون هم ذول الطائفتان اللي هم بنوا سلم وبنوا الحارث يقولون حنما يعني ما نزعل أنه جت علينا آية أن تفشلوا أن الله قال علينا أن تفشلوا لأن الله قال عننا وليهما صار الله ولينا أرجعوا ثلاثمئة راحوا وبقى سبعمائة سبعمائة قدام مين قدام ثلاث ألاف وليهما لكن voz كان كان جيشلا المسلمين متماسك كانت الأمر ماشية ما كانت ترفع رأية للكفار الأل 끝 لا تضيح لا ترفع رائية bakın لا ترفع رائية لا تطيح يقضون عليهم المسلمين الله أكبر رائية.. رائية, رائية 3.. 4.. 5.. قال مريد بأقى ما سولو ما قال مريد بالفرسان يحاول من هنا من هنا ما في أمل لا يوجد أمل انكسر الجيش سؤال ما ليش النبي كيف يحارب يذبع قتال النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي حتى يقولون الصحابة إذا اشتد الوطيس عليهم كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عن عن مئة رجال نبي صلى الله عليه وسلم كان مرض لكن ما كان يقتل يرد يرد يجرح ذا ما يقتل ما يقتل ما بحياته قتل أحد كل معاركه ما قتل أحد يجرح أو يرد أو يوجه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كان يقتل المهم انكسروا الكفار النبي صلى الله عليه وسلم حقين جبل الرمات قال لهم كلام واضح قبل المعاركة قال شفتوا انفزنا أو انهزمنا لا تنزلون من المكان لو شفتوا يقولون الطير تتخطفنا لا تنزلون من المكانكم ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد ينزل ما أحد ينزل من الجبل يوم شافوا هم الكسرة و الكفار بدوا يرمون دروعهم وصيوفهم عشان يهجون قالوا الغنائم الغنائم وانزلوا كل اثنين من كل الخمسين ذولا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلون مهما كان مهما صار لا تنزلون تركوا كل شيء وانزلوا يوم انزلوا خالد هو راجع بالفرسان اللي معه كان يلتفت على جبل الرماء يلتفت على جبل الرماء يوم شافوا فاضي ويرجع ويرجع ويفر من وراء جبل الرماء ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة من الميسرة ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم من الميسرة ويبدأ الضرب ويرجعون ذلك يرتدون فكانوا الآن يقاتلون المسلمين من الجهتين خلاص طوقوهم وما في الرماء يمنعونهم يدخلون من الجهة هذه وهم ثلاث ألاف وطوقوهم وبدأ القتل ارتدت المسألة حتى ان واحد منهم وصلين النبي صلى الله عليه وسلم وصلين النبي صلى الله عليه وسلم واخذ حصات ورماها على النبي صلى الله عليه وسلم فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم فطاح النبي صلى الله عليه وسلم على حفرة كانوا هم حافرينها فيما طاح في وسط الحفرة جاء واحد وقف فوق النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في كتفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت أحس بأثرها شعر بعد المعركة ورفع السيف مرة ثانية وضرب كله النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرع وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة حتى أن الدرع دخل جوه خد النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت أسنانه يا الله فجاء أبو دجانة الله كان ماخر السيفالنبي صلى الله عليه وسلم و جاء عندي النبي صلى الله عليه وسلم منطب ع��ه نبي صلى الله عليه وسلم و ... يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحفرة، و حماه من فوقه فكانوا يربونون النبي صلى الله عليه وسلم roku لم? صار? ظهر أبو دجانة هو كان حاط الدروع صار زي القنفذ من كثertas النبل جاه طلحة بن عبيدي الله هذا من العشر مباشرين بالجنة كان يردhootْ ردين بالنبي صلى الله عليه وسلم يردростْ مو بطبيعي وكثروا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مصعب ابن عمير واحد من الصحابة كان من أشد الصحابة ولكن كان فيه أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قتل صرخ واحد من الكفار قتل محمد انهاروا المسلمين وصلى الله عليه وسلم جوه الحفرة انهاروا المسلمين وفرحوا الكفار حتى النعمر بخطاب رمى السيف وجلس ما يدري شو سوي خراصة نبي صلى الله عليه وسلم مات وكان واحد من الصحابة يمر شافهم جالسين كان يصرخ فيهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله هذه بعد المعركة نزلت في القرآن الله سبحانه وتعالى قالها على لسانه سبحان الله فمر واحد من الصحابة على عمر هو جالس وكم مع واحد من الصحابة قال ما لكم قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم يلقوموا فموتوا على ما مات عليه يقول فانتبه عمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء بعد ما يعني بدأ حتى بدي نادي نادي الصحابة يا فلان يا فلان ينادي ذا ما في حد حوله خلاص عارف القتل جاء ووالناس هجت وكذا فكان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم فطلع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يرتrive النبي صلى الله عليه وسلم واتجه الجبل الأحد يوم يرتяг الجبل الأحد كانوا شوي معوا مين حمزة معواه مع��وا مجموعة من أبطال المسلمين جاهم خالد من بعيد جاهم خالد من بعيد بـ200 فارس them 30 خلاص الإبادة صعبنا خلاص عرفوا أنه الموت ج rotten بدأ سعد يرمي رضي الله عنهم يا رضاه يقولون نبي صلى الله عليه وسلم يقول له awa quote unquote يوم جاء وقلنا يرمي السعد قال ما الرمي يعني كثار lyric니다 إرمي سعد فرما عرطوا السهم جاء في واحد ومات قلنا يرمي سعد فرما الثاني السهم الثاني ضبح اثنان فرما يرمي سعد فيدأ atrás كأبي وأمي فرما الثالث يوم شاف خالد هذا يطيح هذا يطيح رجع وما قدروا أنهم يجون المسلمين رجع في هذه الأثناء مع اشتداد المعركة كان من بعيد يستنى معه الحربة ويتلفت ويناظر شاف حمزة ويرمي الرمح ويدخل في بطن حمزة ويطلع بين رجوله ويطيح حمزة رضي الله عنه مرضاه يوم طاح ويقوم وما قدر يقوم ومات ومات حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موت حمزة فاجعة له حمزة صلى الله عليه وسلم كان يعني يصرخ يقول وامفرّج الكربات يقول حمزة رضي الله عنه وارضاه يعني كان هو اللي واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وامفرّج الكربات شف الحزن اللي كان فيه الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات حمزة مات كثير من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اللي معه سبعين مات بسبب أنه الرمات انزلوا يعطيه ردته وضعون على الجبل فالنبي صلى الله عليه وسلم هيا الله ماعقده الصحابة وكل من يجل اللوح المترجم في Epaa كان من الدانا له مonte 대 30 بمذا number كان عنده فرس يعتني بهو يهيئهو يزييينه وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اقتلك عليها سأتجهزني عشان استدباه عنها فقال نبي صلى الله عليه وسلم بل انا اقتلك عليها ان شاءالله في جونه نبي صلى الله عليه وسلم يرقى للجبل هذا جاء يركض بهالفرس حقته هذه مع مجموعة معه في جونه نبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوني حربه ونزل س이 صحابه مستخدمين. لا يقاتل يرد قل للهEM فاخذ الرمح و اقول له نبي صلى الله عليه وسلم هذو يقول فهنه تزين من هزته ورماها كان ذاك أصلا ما يبان إلا من عيونه ما ينعرف إلا من عيونه وصوته بس من كثر الحديث إلا أنه إذا صارت في حركة خفيفة يطلع هنا في فراغ بسيط تكفى قلت خلت هنا وتشطف الفراغ هذا الشطف إلى درجة أنه كان جرح خفيف يعني وطاح وتقلب تقلب وصار أخا قتلني محمد قاله جرح خفيف قال والله لو بسق علي لمت ويلته بالجرح ذا ويموت كان هو الوحيد اللي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة كان معهب بكر وعمر فيهم صعدوا الجبل احتزاز بسيطة فضرواها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد وبكر وعمر واثبت الجبل فجول الآن لأشي يسمه المشركين جول المشركين الآن فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا كل الأسهم اللي عندكم وفعلا جمعوها عند سعد فبدأ ياخذوا يرمي لدرجة انه كان في سهم مكسور يعني ما له راس ورمى فيه وضرب فيه واحد وطاح طاح كل من قرب رمى كل من قرب رمى كان ما كل سهم في واحد فوقفوا فقال ابو سفيان قال ابو سفيان محمد موجود أبو بكر موجود عمر موجود فكانوا مسكتين فرددها أكثر من مرة قال يعني زي انه هنه قتلناهم فقال عمر لا ابو بكر موجود النبي موجود ابو بكر موجود وأنا موجود ايه ايه يو ايه لتكفى فقال محمد ما مات ما مات محمد انه جاءنا خبر انه النبي صلى الله عليه وسلم مات قال لا ما مات قال والله انك أصدق عندي من اللي قال انه مات اكسد انت الحين كلامك بصدقه أكثر من ذا ايه فقال اعلو هبل صنمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم العمر رد عليه الله أعلى وأجل فرد مرة ثانية ابو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر والصحابة الله مولانا ولا مولى لكم الله أكبر فرد ابو سفيان قال هذه بتلك يقصد وحدة بوحدة أنتم بدروا حنة أحد فقالنا بسواء سلام ما حنة بسواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار الآن من أكثر الأشياء اللي كان العرب يعني يحترمونها التمثيل بالقتله الحين إذا في القتيل يجون عنده يقطع خشمه يقلع عينه يقطع إذنه يقطع كذا التمثيل بالقتله فبسبب غيظ الكفار على المسلمين بعد ما فازوا بالمعركة مثلوا بالقتله تمثيل مبطبيع مثلوا فيهم تمثيل مبطبيع كلهم فقال أبو السفيان كانت مثلة يعني في صار تمثيل الآن بالقتله أنا ما أمرت بها بس ما ساءتني أنا ما قلت لهم سوها بس برضو أنا ما ساءتني ما نزعجت منها طيب الآن جت مين هند هند بنته عتبة تلقت حمزة وبقرت بطنه رضي الله عنه أرضاه طلعت كبده وكلتها ومس صغتها وتفلتها وقطعت إذنه وخشمه رضي الله عنه أرضاه وكان كانت حطتها كده معها ليه؟ من الغيض لأنه هو اللي قتل أبوها وأخوها وعمها يا والي أيوه؟ من الغيض اللي فيهم لا نصرفوا المشركين النبي صلى الله عليه وسلم الناش بده تتدور أجلس يلقى حمزة يدور حمزة يدور حمزة يدور حمزة يدور حمزة أجلس يلقاه حمزة وين؟ بجانب سعى سلم يرى له هذا حمزة تخيل يعني ردت فعل النساء سلم وهو يشوفه كده يعني ما بقى فيه شي الله نعم النساء سلم يعني كان في حالة ما يعلم بهل الله حزن على حمزة حزن شديد يعني مو بس أنه كان مقتول كان ممثل فيه تمثيل مو بطبيعي بدون خشم بدون آذان كان مقطع بطنه مبقورة كبده مسحوبة وكان روعة النبي صلى الله عليه وسلم على اللي صار أمر عجيب صلى الله عليه وسلم كان يصرخ وسطه وفرج الكربات وكانت هذه هي الثلمة في السيف اللي شافها في الرؤية أنه واحد من آل بيته بيقتل والبقرة اللي تذبح كانت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا والسبعين ذولها وكانت كلها بسبب أصيان جبل الرمات أنهم ما ثبتوا أنهم ما ثبتوا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليقضي الله أمرا كان مفعولا سبحان الله الآن هذه من المعارك اللي تخيل خالد بن وليد كان بيهزم فيها ولكن يوم نزلوا جبل الرمات فاز فيها وصار في التاريخ لم يهزم ولا معركة في حياته كيف سبحان الله كيف أسلم خالد بن وليد؟ أسلم خالد بن وليد بعدين يعني بوقت الو خالد وليد ما المسلمين كان انتهت المسألة لأنه تدبيره مبطبيعي بالقتال وما تمسكه العواطف قتل فلان قتل فلان ما تفرق الآن نخلص الموضوع اللي بدأنا بعدين نشوف فسبحان رب العالمين هذه كانت الأحداث اللي صارت في معركة أحد هي كانت السنة الثالثة من الهجرة السنة الثانية من الهجرة معركة بدر بعدها بسنة معركة